وحقيقة هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس تونسي قيس سعيد يمكن النظر إليها من عدة زوايا فمن الناحية السياسية قيس سعيد يظهر أو يريد التسويق لنفسه عبر وسائل الإعلام بأنه متمسك في كل زمام تونس وبأنه يتابع كل صغيرة وكبيرة وحتى التهديدات التي مفت أن يتحدثوا عنها في كل مرة يقول بأن الدولة والجيش والمؤسسة الأمنية هي لها بالمرصاد وحتى المؤسسة القضائية ثانيا في هذه الظروف التي يعمل فيها قيس سعيد منذ 25 أجواني الماضي يمكن أن يعاب عليه بأنه يمكن التأثير له على السلطات القضائية لأن الكثير اشتاكوا من أن السلطة القضائية لم تعد سلطة مستقلة وقادرة في التحقيق ثالثا الدعوة إلى فتح تحقيق أو رفع دعوة قضائية يتطلبوا التزام الصمت حتى تتمكن النيابة أو الجهات المختصة بالتحقيق إلى استكمال التحقيقات لأن في اللغة القانونية إذا أعلنت عن قضية دون توقيف المشتبه بهم يمكن أن يهرب هؤلاء إلى الخارج أو يختفون عن الأنظار أو حتى ما صار التحقيق يمكن أن يتأثر ترجمة نانسي قنقر